اشتركوا في القناة يعني عمولاتك الموجودة في العمولات الرقمية كيف هذا؟ طبعا في الواقع ان من منها مثلا لا يملك عمولات على البيانانس وبعض الاحيان كيكوين القيث الوكي اكس يعني عدة منصات حتى في الميتا ماسك يعني حتى موجودة في عدة محافظة اخرى كي مثلا الكبلرالت الناس اللي عندهم اتوم فهمتوا يعني في تراسوليت يعني انت هنا من اجل ان تراقب كل عمولاتك لازم يعني كل مرة يعني تتذهب الى البانانس تدخل تتذهب الى الكيكوين تفتح الكيكوين هذا كل يوم يعني تفتح هذه المنصات كلها لكن يمكن ان توفر عليك الجهد بان تقوم بجمع كل هذه العمولات في مكان واحد وتراقب فقط هذه المحفظة الرئيسية التي عن طريقها يعني ممكن تشوف عمولات البانانس وتشوف العمولات هذا يعني جميع العمولات الموجودة عندك انت تراقبهم في محفظة واحدة وتعريف كل عندما تصعد واحدة هل يعني صعدت من حيث انه حققت لك ارباح من اجل انتبيع يعني او مخفضات لكي تعزز واشياء هكذا هذا يعني صلاح للناس اللي عندهم يمكن يعملون ببرتفوليو من اجل يعني استثمار المادة الباعي حتى اضا من المادة القريب اذا كان فيه نزول او يعني انت ممكن تضع اللي عندهم يعملون من اجل اذا صعدت او نزلت ممكن انت تتصرف نأتي لكوين ماركت كاب ندخل على لوغ اين لما المسجل يتغط على sign up يعني المسجل يتخل على لوغ اين طبعا بلوغ اين تسجل انا يعني اذا بالايميل الرسالة هي وصلتني verify kway market cap ها هو code طبعا نأخذ code ونعود الى kway market cap طبعا نضغط هنا ندير enter verify code ونقوم بكل code ندخل هكذا يعني ندخل على حسابي اذا انا عندي حساب لكوين ماركت كاب هكذا يعني انت تدخل هنا سلسة تأتيك هكذا ستنظر الى هنا بالحسابك ستجد هنا فيه اول شي اه الويتلست طبعا الويتلست هي العملات التي وضعت لها نجمة من جل ان تتابعها مثلا اذا صعدت عملة او نزلت ستشاهد يعني سيأتيك اشعار بهذه العملة عندك بورتفوليو وهو هو موضوعنا اليوم عندك طبعا my committee page طبعا هنا فيه صبحات التي تتابع لكوين ماركت كاب يعني تأتي تأتي باخر المعلومات عن كل عملة مثلا نزلت او كل عملة مثلا فيها تحديد ستجد في my committee page طبعا هنا setting يعني التعديل فيه حسابك طبعا نأتي لها بورتفوليو التي نتحكم نتحدث هنا طبعا هنا اصلا عندي بورتفوليو قديمة طبعا تم تغيير كثير منها لاني طبعا بعت بعض العملات عندما صعد السوق وطبعا عند هذا النزل الان اشتريت بعض العملات يعني بيها شوية تعديلات لكن كي يوضيكم يعني تنشي انت بورتفوليو فهمت اذا كان طبعا عندك بورتفوليو ستجد مثلا هنا عندي بورتفوليو سابقا هيا فيها 818 دولار طبعا ما هي العملات الموجودة فيها بورتفوليو ننزل هنا موجود فيها الاب كوين 14000 كيارا البيت الماتيك الهامستير سكويد درو والقالا واثر يعني فيها عملات اخرى ستغطع على اخرى ستجد طبعا هنا تنزل اسفل ستجد هنا الداج كوين بلوك الكويك الالسي اكس الفان هاي طبعا عملات هاي النير سانت سانفتي فيرا سيتي طبعا الكلاب الكلاب والن في تي والكيبيت طبعا هاي عملات كله هنا كيف قمت انا بهذه البرتفوليو وزمعت جميع عملاتي هنا هاي العملات كل هذه منصة اللي بعضها ذي ذي بعض الاخر ذي بعض كيكوين بعض يعني انا ممكن اتي هنا وراقب عملاتي وراقب تحركاتهم يعني بدون ان اذهب إلى كل منصة وحدها يعني اذهب إلى المنصة اذا كنت سأقوم بتصرف ما اقوم ببيع اقوم بشرع مادم انا اراقب فقط وانظر الى اموالي وانظر الى هنا يعني جميع ما املك يكون موجود هنا هاي طبعا ميثال بسيط طبعا سأقول لكم طريقة طبعا تأتي لها create portfolio اذا كنت تريد شيء محفظة جديدة وطبعا انت ما تضع create portfolio ستأتي هنا تضع connect wallet يعني add transaction manual طبعا اذا كنت تريد transaction manual اذا كنت تريد add connect wallet اذا كنت تريد انتر your portfolio name طبعا تضع اسمها wallet address تضع wallet address هون طبعا create connect هذه في البداية هون طبعا anterior prefer wallet address for transaction طبعا هم يمكن تغيير عندك only ethereum binance marchain وهذه ممكن تضع هنا وان change يعني تغير هاي الصورة تضع بالصورة اخرى هاي من ناحية تريد new connect انا مثلا كان عندي واحدة طبعا هاي my من من portfolio كانت عندي طبعا create portfolio portfolio هون طبعا transaction هاي نأسف هون ادي transaction هون edit transaction هون طبعا create portfolio هذا هو كل طبعا نقوم بذن من create portfolio جديدة اللي كي يوريكم مثلا سميها اساوي طبعا هون address wallet اذا كنت تضع address wallet مثلا metamask اذا كنت الوالت مثلا خلينا اخذ metamask كان اسهل ارسل عليه طبعا اخذ الميتامask عدت address نقطع هنا وعند address create account طبعا هون account as my portfolio طبعا هون هاي اساوي غرب كتابتها انجليزية تقيم قليلا اكتب اساوي واضغط على create طبعا اذا كنت تغير هاي الاشارة تضغط على chain يعني هاي محفظة جيدة ما في هاي شي فهمت يعني ابدأ وضيف عملات طبعا كاتب لك هون مثلا ننتظر قليلا طبعا ننتظر قليلا هذي عندما قمت بconnect metamask ماذا اتاني اتاني جميع عملات metamask ها هي موجودة هنا اذن عندي هون usdc 40% عندي cdify عندي optimism locks arbitron عندي anyswap عندي rbship عندي other يعني جميع عملات المتامask التي قمت الان بconnect طبعا موجود عندي 400 و 48 طبعا عندي ناقص 8 يعني عملات المتامask التي هنا ممكن راقبهم جميعا هاي جميع عملات المتامask كل واحدة طبعا هون vbalance كم موجود فيها هون valer قيمتها وانطمع price 8 يعني العملات موجودة اصلا انا قلت بconnect يعني ضافة عملات جديدة طبعا ممكن تختار الشبكة هنا وتقول انا ماذا لا اريد شبكة ethereum الموجود عليها عملات سيقول لك نعم موجود عليها لكس و iniswap و ethereum ضافة محفوة اضافة metamask ضافة matamask يعني ممكن راقب metamask هنا طبعا وعندي هون my portfolio يعني هذه محفوة اخرى محفوة يعني عملات الموجودة في binance وموجودة عملات الموجودة في binance موجودة في kick point موجودة في buy beat وحتى موجودة في gate يعني عملات هنا طبعا هنا في تحديث لازم أغيرهم في عملات بعض العملات في عدهم هذا طبعا المثال مجرد المثال فقط يعني أنت هنا تغير هنا ممكن تعيش بهذا المنطقة جميع عملاتك تشاهدهم تشاهد محافظك كلها مرحلة بدل من كل تذهب لكل تطبيق وتفتح كل تطبيق يعني بشكل يومي أنت ممكن في market cup سواء في الهاتف أو يعني في جهاز الاردينتير تراقب هنا جميع عملاتك طبعا هو يأطيك بست performance مع أكثر واحدة حقت لك رباح ونقل واحدة سقطت يعني خسارتك وهذا هو هم شي طبعا عندك هون هاي طبعا تضغط عليها هاي طبعا portfolio هون تضغط عليها يعني يقوم ب هون طبعا تضغط هنا تقوم ب يجمع هذا الكون كامل عندي هون هاي طبعا metamask منطور طبعا add transaction add transaction تضغط هنا عندك هون add transaction إذا كنت تريد تضيف عملة جديدة selection coin مثلا هنا أريد أضيف مثلا xrp على سبيل يقال لي أنت عندك كم الكلسات أنا أضيفها طبعا في المحفظ مثلا على سبيل مثلا قل أنا عندي 108xrp حالا سعرها 0.46 يعني إذا عندك 46.16 دولار نتطلح إضافة إذن تم إضافة xrp نظر يعني من خلط أنا xrp مثلا بلا محفظ في coin والله gate والله هذا يعني فيها xrp وعندي فيها 100 قطعة أعطي هنا ويضيفها xrp نجل أراقب أيضا xrp طبعا جاءت نزيل أسفل تم إضافته إذن تم إضافة xrp تم إضافة 46 يعني 100 قطعة نظر هنا إذن أنا الآن زيت عملات يعني من أجل أن تزيد عملات تأتي إلى هنا transaction وإذا كنت أيضا تريد توزيل عملات تلغط هنا وتختار طبعا يعني حسب محفظة هنا عندي مائ من portoforio يعني در safe طبعا عندي 17 من 24 طبعا تريد change من هنا ون edit تغير في شكل يعني وهنا إضافة هذا هذا هد هون عندك أيضا إذا كنت تلطط هنا ممكن transaction to remove asset حتى الابوكوين بيعط انتهى أمرهم أضغط remove وخرجها من المحفظة هنا transaction بالنسبة الابوكوين مثلا ثلاث هنا لابوكوين تغير الترانزاكشن ستظهر لك الابوكوين واحدة اضغط transaction هنا إذا كنت تريد هنا عندك buy عندك sell عندك transfer يعني هذا طبعا إذا كنت تريد تحويل الابوكوين وال price طبعا وهذا السعر سيعطيك وحدد لك كم community ممكن تتبعها طبعا هون عندك لكن تريد تحدد حتى تحدد تاريخ وهون free طبعا تضع مدينة الرسوم يعني كل شيء متوفر به المحفظة فهمت يعني أنت الآن قمت بإضافة محفظة جديدة فيها وعيدة محاولة هنا عندي طبعا اضفت طبعا هون تكمل اللوحة الرسمية عندي فيها 1800 يعني مجموع متاماسك مجموع محفظة جاية من Binance و Keycoin و Gate حتى مثلا أنا عندي Kepler Wallet إذا كنت تريد Kepler Wallet يمكن ضيف عملاتي ل Kepler Wallet وضيف عملاتي كبل وعلى الصباح كل شيء في المسجل موجود عندي هنا وبراقبة بجمع عملاتي وهذا جيد لكي يكون رأس مالك موجود عندك أمامك تعرف كم عندك من رأس مال ببعض الأحيان يكون عندك كثير عملات ولا تعرف عين هو حتى تنسى مكانه ببعض الأحيان يكون عندك عملات في أي مكان يمكن تنساه يعني لا أحسن تضيف هنا كامل وتراقب هذا Kepler Wallet سأعطي مثلا Kepler Wallet وأضغط هنا مثلا هذه أوسموسيس إذا كنت أريد أضيفها مثلا دعني أضيف مثلا الكوسموس مثلا الكوسموس عندي 222 عندي 11 حبة سأقوم ب Copy رابط يعني هذا ورابط وأضغط هنا وأضيف Create Portfolio طبعا Connect هنا أضيف Connect طبعا اسم Portfolio يبتغني Kepler Wallet Kepler Wallet Kepler أضيف رابط هذا أقصد كوسموس كوسموس لا أعرف هل سيضيف لي كوسموس كلها كوبلر رولت إذا أضاف مثلا كوبلر كوسموس وحدها ممكن أضيف أيضا Tokenet مع من هذه الماكين طبعا H The address is invalid for the support connect آه هي لا تسبرتي كوبلر رولت هيا مثلا إذن هذا ما شاهدنا كوبلر لا تسبرت لا تسبرتها إلا إذن لا يمكن أضيفها لكن يمكن أضيف توكنات موجودة في كوبلر رولت مثلا المحفظة هنا أضغط على add transaction وأضيف العملات يعني يدويا add transaction وأضيف مثلا كوسموس أضغط هنا كتب atom atom أضغط هنا أضغط كتب atom أعوان كوسموس atom قالوا كم عندك فيها أنا الان كم عندي 11 حبة 11 قالوا الان سعر 120 تقريبا أنا عندي 11 نشوف kepler wallet kepler wallet عندي يعني أضيف عمليات kepler 1 يعني أضيفهم بشكل يدوي أنا عندي 11.4 يعني 11.4 وعندي طبعا هاي أفول يبلي كنت أريد يضيف 11.4 هكذا 11.4 هم يمكن أن أضيف الرقم كله عندما أضيف رقم كل سعيد أضغط على add يعني تم إضافة الاتوم هنا المحفظة الرئيسية فهمت وهذا كذا إذن تعرفنا و تعلمنا كيف نصنع برطفوليو خاصة بنا من الراقب فيها جميع الملات الموجودة عندنا في عالم العلاقة الرقمية كان مع مدير العساوي تنسوا من التعليق ومن يعني الإعجابات على الفيديوهات متابعة القناة إن شاء الله من أجل نأتي بكل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته